عفواً هي أيضاً لديها قنابل نووية يعني دعنا لا نخادع أنفسنا قنبلة نووية لإيران أمامها كان قنبلة عند إسرائيل يعني القوى متزينة هنا بل أكثر بالنسبة لإسرائيل في هذا المستوى صح ولكن إسرائيل لديها القنبلة النووية منذ أكثر من 40-50 سنة إلى الآن لم تستعملها ولم تهدد باستعمالها إيران ما عندها قنبلة نووية ولكن تهدد بالقضاء على إسرائيل يعني الوضع يختلف تماماً بين دولة لديها القنبلة النووية ولا تريد أن تستعملها إلا للضرورة إلا إذا مثلاً وجدت بأن أمنها قد يعني اضمح الله وبأن وجودها سوف يضمحل بالتمام عندئذ ممكن ممكن لإسرائيل أن تستعمل القنبلة النووية ولكن إسرائيل لديها من السلاح الكافي الذي لا يسمح لها باستعمال القنبلة النووية إذن هل تعتقد أفواً بروفيسور عن المقاطعة لكي يستغل الوقت مع حضرتك هل تعتقد إذا وصلنا إلى هذا السيناريو سنكون أمام احتمالية حرب نووية؟ والإيران تهدد بالقضاء على إسرائيل كيف تقضي على إسرائيل؟ لكن لها أكثر من 40 سنة وهي تهدد بهذه التهديدات يا سيدي الكريم يعني لماذا الآن هم سيطبقون هذه التهديدات؟ اليوم لدى حزب الله مثلاً 137 ألف صاروخ هالصواريخ بإمكانها أن تضرب إسرائيل وأن يعني تضع أمو إسرائيل في وضع حرج جداً تصور مثلاً إذا إيران لديها القنبلة النووية أو القنابل النووية الصغيرة وأعطتها إلى حزب الله مثلاً بإمكان حزب الله أن يقضي على إسرائيل لذلك هناك خطورة كبيرة إسرائيل خاضت عدة حروب في دول الشرق الأوسط مع مصر، مع الأردن، مع سوريا، مع حزب الله لم تستمع القنبلة النووية يعني إذا كان لديك من السلاح يعني السلاح القوي الطيران للذبابات لا ضرورة لاستعمال القنبلة النووية ولكن عندما تهدد إيران بأنها سوف تقضي على الأنظمة العربية، دول الخليج العربي، مصر، الأردن تفعل بهم كما فعلت في لبنان وسوريا والعراق واليمن هذا يعني بأنها قد تهدد قد تستعمل تهديد القنبلة النووية ضد هؤلاء الدول قد تستعملها ضد إسرائيل يعني هناك تحذيرات كثيرة من قبل إيران بأنها سوف تقضي على الأنظمة العربية سوف تقضي على دولة إسرائيل لذلك هناك خطر هذا يؤدي إلى تهديد للأمن الأمريكي أيضا لأن هؤلاء الدول تلك الدول هي حلفة للولايات المتحدة وهم شركاء لنا لذلك لن ترضى إسرائيل ولا أعتقد بأن أمريكا سوف ترضى في النتيجة بأن يكون لدى إيران القنبلة النووية لا أعتقد بأن يكون اشتركوا في القناة